ومنطقي جدا ان من ساعة لما الخبر ده يعني اتشير او اتزعى واعلن عنه من ساعات زي ما انت بتقولي طبيعي جدا ان مبدئيا كده كتير جدا من المصريين يقلقوا يقولك الله طب وكلام ده حيبقى له انعكاسات على ابننا ولا ايه محمد صلاح يحصل له ايه بقى يعني طبيعي ان يحصل ربط ما بين نجمنا محمد صلاح وبين الكلام اللي بتقال بعد طبعا نية الملاك فيه سواء بقى البيع بالكامل او مسألة المجموعة من الاسهم فقط هي اللي حتطرح للتداول مش عارفين لكن يعني نقدر نقول انه اكيد يعني بحكم المنطق محمد صلاح لا هو ولا غيره حيبقى لهم اي علاقة بالمسألة دي من قريب او من بعيد نتمنى نقول ان مصيره مرتبط بالموضوع ده ولا لا لأ لان هو اصلا مرتبط بعقد مع النادي بغض النظر عن مين ملاك النادي بالتالي هو وبقيت اعضاء الفريق طبعا في صفوف الردز باقيين كل واحد فيهم حتى موعد انتهاء تعاقده كمان مفيش نية عند ادارة ليفر فول في عرض اي لاعب سواء محمد صلاح او غيره من صفوف الفريق للبيع وفي حالة بيع النادي اعتقد انه لن يكون هناك اي مساس لا بالفريق ولا باللعيد انا بتتفل معك من ناحية اللي هي التعقدية لك انا بتكلم على الناحية النفسية او ناحية الفكرة ده الاستقرار فاهمني دي الشق لنا او ده الشق لنا بتكلم على اساسه مش فكرة العود عود قانونة اه طبعا هو انت بلكش دعوة المالك انت ليك دعوة انت ماضي مع هذا الكيان طبعا اعتقد ممكن يتهزوا اكتر اللعيبة لو كانت تغيير مثلا مثلا في المدير الفني لان هما اللي في وش بعض على طول فهم ازاي ده بيبقى لي تأثير برضو بيبقى لي تأثير برضو بيبقى لي تأثير كبير طبعا والكامستري ما بين مدير الفني وبالذات لو بفريق فيه نجوم زي ما شفنا في بي اس جي برضو كانت في البدايات طبعا صعبة جدا